سلام عليكم طلابنا الشيخ باركم ان شاء الله بخير عيني طلاب بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو اخر موضوعين ذني بالشاتر 15 انا ما شرحتين سابقا لانا بدفعتي هالموضوع ما اخذناه مجرد اخذنا الو باترين تاسع اخر شي ونهينا الكتاب يعني حتى شابتة 14 ما اخذناه وقتها زيان فما كنت توقع انه انتم راح تاخذونه لذاك ما شرحت لكم اي فبما انه انتم اخذتوا راح نطرق قلب هذا الفيديو اللي اريده من خلالكم طلاب هذا الفيديو كلش مهم هيحتاج طالب امركز زيان ومصح صح لاننا راح نحتاج تحليل الباترين اللي احنا ما تسع باترنات يعني نختار جملة الحل عليها على ضوه هاي تسع باترنات وعدنا تحليل ثاني التحليل سهل بس انت اذا ما لك خلق وتعبان لا اشوف الفيديو لما ترتاح وتحضر ورقة وقلم وتهتب روحك وفارغ ما عندك شي اسمع الفيديو تمام يلا خلنبلش حس اول شي احنا هاي المقاتل ما نحتاجها هاي المركلة ما نحتاجها روح المن هاي عندنا الجدول او ذن النقاط شقد الهدعاش نقطة شوف هذن الهدعاش نقطة اذا تلاحظ اش كاتب لك هو اركزة هنا الفنكشن الوظيفة وهنا لغراماتك المينيج المعنى شلون يعني من نقول سابجيكت اوف يعني السابجيكت اللي بالجملة ما نقول سابجيكت اوف او سابجيكت اوف الفيرب يعني فاعل الفعل هتش زين فاعل الفعل هذا شنه الفنكشن الوظيفة زين هذا فاعل الفعل شن معنى؟ شن معنى؟ إذا تذكرون بال tio مثل Rocket н. الأول وقالidan الفاعل إلى كذا معنى بال Boatrant الثاني إلى كذا معنى بال Boatrant الثالث إلى كذا معنى المفؤول به بكذا badточar إلى كذا معنى إذا ذكرون игрامات هذنين هن يقول بال Boatrant السادس والسابع والثانب والتاسع الفاعل شن تعريفه أو شن معنى ذات which performs هذا بالباترين السادس السابع ثامن تاسع بالأول والرابع هذا معناه بالثالث والخامس بالباترين الثاني هذا معاني الفاعل بالباترينات كلهن إذا ترجع الباترينات كلهن راح تشوف نفس التعريف نصا أو نفس المعنى ذنين حفظا احتمال يجيك سؤال يقول لك أنطين لقرامات كل ميننج ما المن ما سابجكت أو ذر فيرب أنت شو تنطي واحد ثلاثة أربعة وكل واحد تنطي هاي اللي بينقوسين يعني هذا التعريف أو هذا المعنى تابع كذا باترين ممكن يجيك سؤال ثاني يجوز أصعب يقول لك أنطين لقرامات كل ميننج ما سابجكت ما الباترين الثالث شو تنطي هذا انطيني قرامات كل ميننج ما الفاعل ما الباترين الرابع شو تنطي هذا بالتالي المعانى هاي مهمة نفس الحالة تبقى البقية عندك هنا الفعل بالثاني الباترين الثاني سادي سابع ثامن تاسع هذا تعريفة أو معنى أول رابع هذا معنى ثالث خامس هذا معنى ذي نحن شارحينهم بالحلقات السابقة الباترينات من الطرقنا للفعل والفاعل ومفعول به وحج هنا معنى وطرقنا للتفاصيل بالتالي نفس البقية تمشوا إياهن عندك يعني تكمل الفاعل شنون يعني تكمل الفاعل مثلا من نقول هو طالب فشوف ترجع له والهي ترجع بالتالي تكمل علم للفاعل فهذه الفكرة من خاف واحد قوشين هاي معنى هاي المعنى ما له زين معنى مقابلين حفظ أربعة اللي هو المفعول به المباشر تعريفين حفظ مقابل الان المفعول به غير مباشر تعريفون معنى ينحفظ كما هو ذنى مضطرقين الهن طلاب احنا بالحلقات السابقة زين تكمل المفعول به أيضا المعنى ما له بالله خلنا أخذ جملة على الوبجيكتف كوب من مثل مثل أقول I called him مثلا أفول يعني أنا أطلقت عليه بالغبي تكرمون أجي وين الفاعل I الفعل called him مفعول به زين أنا أطلقت عليه بالغبي من هو الغبي him وهم شنوه غبي أنا أطلقت عليه بالغبي من هو الغبي هو الهم صح الولاي فال I فاعل called فعل هم مفعول به هاي تعود على اليمن على الهم تعود على المفعول به بالتالي هاي الأفول أقول objective تكمل الم المفعول به بس هاي الفكرة ما objective نكمل مفعول به خلنا شي تزدني عدي object أو preposition مفعول به لحرف الجر هذا شرحنا بال إذا ذكرون بالضمار ما الهو والهم بال بال الظمار أخذ ذهن أعتقد يمكن بشابتر 11 أي أو 13 هتجب الظبط المهم عندي داما مثل منلقى حرف الجر لازم مرة ضمير مفعول به منلقى حرف الجر وورا ضمير هذا الظمير يكون بصيغة المفعول به مثلا ما نقول of he ولا of she لا of her of him of them of me أي حرف جر for me for her for him منلقى حرف الجر أي حرف جر وورا ضمير هذا الظمير ما يصير بصيغة الفاعل يصير بصيغة المفعول به أي نكمل complement of noun هاي تكملة الاسم أيضا تحفظون شون هالمقابل هالمعنى ما لها complement of adjective هنا معناها بعد الصفة بعد أي صفة تيجيني مجموعة كلمات هاي المجموعة كلمات أقول تكملة الصفة شلون يعني شوف I'm glad that you came أنا سعيدي أنه أنت يجيت هسا الآي فاعل الآن فعل إقلاد صفة سعيد هاي that you came كلها هاي وورد قروب كلمة جامعة مثل ذي شي ولكن هاي شيني جايت يا مكان أنا عندي قاعدة شك وصفة بعدها كلمة جامعة هاي الكلمة جامعة شاكل عليها تعود على الصفة بالتالي هاي الكلمة جامعة شاكل عليها complement of adjective تكملة المن للصفة زيان بعدش عندي عندي modifier إذا ذكرون حقنا الصفات دائما تنطي معنى المن للإسم معنى أضاف الإسم صح وحتى إذا ذكرون الqualifier وهي السوال فالصفات تكون يعني الفنكشن مالتها modifier طبعا ذنني طلاب شوف ذا تلاحظون اللحظة ذنني ترك لهم function وذنني ترك لهم grammatical meaning أي فإذا جدتك كلمة وقالت لك شنو الفنكشن مالتها وانت شفت هاي الكلمة صفة أقول modifier modifier مول صفة أي كلمة تنطي معنى أضاف للهيت للكلمة الأهم أقول عليها modifier connector اللي هي أداة الربط أي أداة ربط تلقاها موجودة وين بمن بالشسمة بالجملة أقول الفنكشن مالتها connector هي أداة رابط هسا ذن الفنكشن والgrammatical meaning إذا تجي تلاحظين الرموز خليه نبالك إذا أردأ أقول subject أو يعني فاعل الفعل أقول sv يعني اختصار للكلمة subject أو the verb أردأ تكمل الفاعل subject المنت ذنبال فنكشن مساء اللي عددنا هن subject أقول s c direct object مفعول به هنباش أقول d o indirect object أقول i o بعد شعند هنانا o c معناها object تكمل المفعول به ذن كرموز لازم نحفظ يعني انت يجوز اشوف هني تقول شين ذن هاي اختصار الكلمات اللي أخذناها المساعد هاذا عدنا الفونكشن وها على فكرة وهاي كلمة ال o p معناه object أو preposition يعني مفعول به لحرف الجر احنا هنا حاليا ينكمل الفونكشن الفونكشن ما بيشي مهم فقط هاي الجدول ذن منها الفونكشن وهال grammatical meaning ما نحفظ واضح طلاب زين تعال هيا ساعدك three modes of classification هنا الأهم طبعا انتم بالامتحان تجيكم جملة هاي الجملة يعني تخلي لكم عليها فد خطوط أو تستخرج كلمات معينة تقلك هاي الكلمات انطيني ركز انطيني اعمل classification by function أو classification by form أو classification by position أنا شفتها سيرة الفاينال كان سوال كامل على هاي شو الله ذن نطلب اندلاظتهم ركز classification by function يعني انطيق هاي الكلمة وتقلك هاي الكلمة شني classification of function ما لها شن classification by form ما لها شن classification by position شوف احنا نجي من السهلات وندرج شوي 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 نخرج للثانية classification by form اجي الكلمة اللي انططنيها الفوم اذكر شابتر 12 شابتر 12 عن شني يتكلم الكلمات يا ما تكون اسماء يا ما تكون افعال يا ما تكون صفات يا ما تكون ظروفة يا ما تكون uninflected words بس ذنة الخمسة يعني الكلمة اذا قاتل شنو classification by form ما لهاي الكلمة اذكر ذنة الخمس انواع لو اسماء لو افعال لو صفات لو ظروفة لو uninflected words واحدة من عتنة غير هنا ما يصير يعني بارقة مثل playing اقول هذا فعل بing اذا نقول فوم ما لها فعل لقيت مثل تنس كلمة تنس وين موجودة عسى واحد يقول اسم لا موجودة بال uninflected words نصة الموجودة اقول هاي uninflected words لقيت مثل كلمة هات اللي هي مو هارت هارت اللي هو صعب صفة اقول الفوم ما لهاي الكلمة adjective الفوم سهل يعني هو كاتب لك هنان in chapter شنو 12 بس هال مطلوب منك هسا الclassification by form سهل ما يحتاج لروح القاضي لا بسيط بشكل زين تعال هسا النوع الاول classification by function شنو مع classification by function تذكرون قبل شوي الجدول اخذنا مسعب function قلنا ذني على اليسار function هن ذني الكلمة تكون واحدة من ذني اذا لقيتها الكلمة جاء مكان الفاعل اقول subject of verb اكتهى بدون اختصار لقيتها مكان الobject اقول object of verb او object of the verb لقيت الكلمة مثلا جايتني مفعول به مباشر اقول direct object of the verb لقيتها جايتني مثلا مفعول به غير مباشرة يعني واحدة من ذني اللي عددنا هن قبل شوية بال function واحدة من ذني الهدعش ما تكون غير هن هذا الفون من شابط الهدعش ناخذ الكلمة زين الهدعش شنو معناها classification by position وكان الكلمة هذة شنو شلون يعني شوف عدما الكلمة تكون مكان subject ركزوا اياي عدما الكلمة هاي ركز هنكتب هنا شوف الكلمة تكون مكان subject تكون بس subject كون ما تكمل الفاعل ومكان direct object المفعول به مباشر il il المفعول به غير مباشر il oc اللي هو objective common ما تكمل المفعول به و objective proposition يعني مفعول به لحرف الجرم هاي الاماكن ذنجية مستة اي هذني دام نيجي مكان اسم يعني الفاعل يصير اخلي مثل بلي هو الفاعل لا لازم اخلي اسم هس ممكن عبارة اسمية المهم يعني العلاقة بالاسم زين تكمل الفاعل مفعول به مباشر غير مباشر يقول لذني دائما شبيهن اكوبايد باي ناونز دائما يجي مكان ذني اسم بالتالي عندما الكلمة قالت ليابا شني مالها وشفت هاي الكلمة جاي بوحدة من ذني الاماكن تمام شقول عليها طلاب اقول nominal by position nominal by position يعني الكلمة اللي قيتها مكان الSubject مكان الفاعل وقالت لشين classification by function مالها اقلها nominal by position يعني لو الكلمة اللي قيتها مكان الفاعل وقالت لشين classification by position مالها شاقل ها اقلها nominal by position هاي خلوها ببالكم عندما الكلمة يجينا مكان الصبجيكت الفاعل مفعول به مباشرة مباشرة وأي لآخره شاقول عليها البزيشن ما لها نومينال باي بزيشن بس خلناها مسح ذني ولكن نفرض هاي الكلمة ما اجدت مكان الفاعل ولا اجدت مكان المفعول به اجدت مكان يعني كأنما هو وصفة قبل الاسم شاقول عليها اقول اجكتايفل باي بزيشن اجانا مكان الظروف اقول الفيربيل باي بزيشن هذني هنوين هنلحظة خلنا حدث هنلكم هذني هن شوفو هاي فيروبال اذا جاء مكان الفاعل والأجكتايفل والأجكتايفل هذا كلها البزيشن طلاب ركزوا انتم قلنا الفوم الشكل من شابتر اثناعش اخذه لو اسم لو فعل لو يعني صفة لو ظرف لو اني نفلكت الورد زيان الفونكشن مني نجيب هي منذ نيشن الهدعاش البزيشن اذا مكان الفاعل مفعول به مباشر مباشر والأخر يقول نومينال باي بزيشن ولكن اذا اجانب غير مكان مثل مكان الصفة اقول اجكتايفل باي بزيشن ومكان الظروف ادفيريبال باي بزيشن هتش شوف لو بالله هذني الجمل اش قد ذني اطناع الجملة هذني اللي اطناع الجملة جاي شي يقول لك هو يقول لك يا با اكوب كل جملة شوف هاي الاقواس مثل the prettiest sat in the center in the center شوف ذني الاقواس اي هاي عبارة اسمية the prettiest جوا however desired now بجوم الثالثة الرابع under the penis she whom i saw the prettiest whatever he wanted whom ever she met a good swimmer هذني اللي باي قوسي انطلاع بركزه هذني عبارات اسمية ظروف و الاخره ولكن ذني جاياتنا مكان الاسماء يعني شلون the prettiest عبارة اسمية جاياتنا مكان الفاعل لينسات فعل صح لو لا اي مادام جاياتنا مكان الفاعل وقالت لشين classification by position ما لها شا يقول احنا جقلنا البزيشن اذا كلمة جاياتنا مكان الفاعل مفعول به و الاخره اقول nominal by position صح اي فهذني اللي بيهن اقواس كلهن كلهن ذني البزيشن nominal by position كلهن خاف تيجيك جملة من ذن الاثناش وتخليلك خط على ذني اللي بين قوسي تقللك شني البزيشن ما لها او ما لها شن البزيشن ما لها تقول nominal by شنو position فاذا تلاحظ هنا هو جاي يقول لك يقول لك هاي the prettiest اجت المكان subject وهوفا هي دزارت اجت المكان subject انناو اجت المكان subject under the penis مكان subject هنا جو subject و الاخره على فكرة طلاب هذني اللي بين قوسي مننا هاي يقول لك subject 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 هاي انتم برأيكم شنوى ال classification by form لو classification by function هسا اوكي انا البزيشن عرفته ذني اللي بين قوسي هذني اللي بين قوسي الاخره قلت يابه nominal by position البزيشن nominal ولكن الفونكشن والفوم ما لنه شنوى الفونكشن هاذا ترى subject 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 subjective component subjective complement direct object direct indirect object هاي المنانة هو الفونكشن زيان الفوم شنوى الفوم الشكل خلنا جي اختار مثلا جملة عادية خلنا اختار جملة سهلة على موصر اوضح لكم شوف السابعة هو اختار الاحلة خلتلي خاط على prettiest قالتلي انطيني الclassification by form الشكل وclassification by function الوظيفة وclassification by position الموقع تلاهد طلبت مني شأسوان اقول prettiest خلنا جي للفوم الشكل prettiest prettiest هاي الكلمة بها est فمادام بها est يعني شنوى نصفة حلو اقول adjective by form يعني نصفة بالشكل قلتلك مانا الفوم اخذ من شاطر 12 ما العلاقة مكان الكلمة وين انا العلاقة هسه بالفوم الشكل كل شغلة لها الشغلة الخاص يعني من اقول classification by form هنا شنوى اللي علاقة بشاطر 12 بالتالي تهاي prettiest مخذ est يعني صفة اذا نقول adjective by form حلو الفونكشن والبزيشن شنوى الفونكشن واحد منينش الهداعش اخذناهن subject or the verb direct or indirect الاخري جيتنا بيا مكان هو اختار الاحلة جيتنا مكان direct object فشأقول direct object شنوى by function direct object by function هاي الوظيفة كملت البزيشن اش قلتلكم انا البزيشن اي كلمة تجي مكان فاعل مفعول به هاي المكانات كل هذان معدين هلكم يكون nominal by position بالتالي اقول produced هي شنوى nominal by position هاي هي بس هذا مطلوب من اجتكم بالتالي هاي الجملة اللي اجتكم نصا او اجت الطلاب العام نصا the shouting boys will play tennis يعني يقول ذول الاولاد المشاغبين اللي صيحون راح يلعبون تنس ركزوا بالله هناشو محلينها هو شمسوي مختار الكلمات المائلة shouting بس محلل كل كلمة كاتب بالفوم ما لها الشكيل والفنكشن الوظيفة والبزيشن مكانها كل واحدة ذني تلاثة مطالب كاتب هن شوف اول شي جاي شاوتنج شبيهة حال الفنكشن راح واحد يقول شلون هي صارت موديفاير هو شحارها قائل شاوتنج الوظيفة موديفاير واحد راح يقول شاوتنج غير ب-ing او ياك انا بالفوم هذي اش كاتب هو لاش يبتشون الفوم على شابت ال 12 انا جيت هاي كلمة شاوتنج بها ing قلت اذا فعل هذ كملت ولكن الفنكشن واحد من ذنيت ال 11 اخذناه شيكون موديفاير واحد راح يقول شو موديفاير انا اقل لك شلون احنا الاسم وين هو the shouting boys boys هو الهيت هو الكلمة الاهم بالعبارة الاسمية هاي ترك العبارة الاسمية هاي ارتكل ادا قد الاسم مهما كان اسم ثاني بصيغة فعل صفة الاخره وظيفة الفنكشن يكون موديفاير يعني ينطيني معلومات اكثر على boys من قليت انا الاطفال اللي يصيحون هما يهم اللي يصيحون الاطفال فشوف هاي شاوتن قطتني معنى اكثر لل boys اي بالتالي الفنكشن ما لها يكون موديفاير زين هس عرفت الفنكشن قلنا موديفاير والفوم فعل فب زين البزيشن وين البزيشن اش كاتبه هو اجكتايفل باي بزيشن اهنان هو احنا اش قلت لكم الساعة احنا هس الاسم الصفحة مو سبقة على موديفاير معلومات اكثر عالية اي فهنان هاي حالة حالة الصفحة لنجي تقلل الاسم واحد راح يقول يابا بها ing جاي يقول لك هان لا تش بيش الفوم واحد والفونكشن واحد والبزيشن واحد الفوم قلنا فعل خلصنا من عدها اهنا بالبزيشن مكان هون صاير صاير وين قبل الاسم مادام قبل الاسم يكون حالة حال الصفح واضح اي تعال بالله الكلمة الثانية بويس ركز بويس صاير هنا is the subject of the verb by function اهنا الفونكشن مادتها الفاعل ما تجملة وين الفاعل بويس لانه واحد رح يقول ليش ما اقول الشاوتينج هي الفاعل حلو احنا نمشي على الهيت الكلمة الاهم هو يكون الفاعل لانه حذفت البيس وقال the shouting will play tennis the shouting will play tennis الي صرخون راح يلعبون تنس انا الجملة حسها ناقصة شن الي صيحون راح حددتان احنا بينما من اقول the shouting boys هنا حددت فالبويس هي الكلمة الاهم بالتقال هي تكون the subject or the verb هاي الفونكشن حليتها اجي الفاعل الشكل ما لها boys اولاد هاي اس اجمع بها فاذا اسم هو اقول انا باي فاعل شفت شلون زيان مادام جاين مكان السبجيكت اش قلت لكم مساعد ما يجي مكان السبجيكت مكان منفعول به الاخر ال position يكون nominal شكتب nominal by position ها هي تعال كلمة الثالثة تنس تنس مكان من جاي من اقول the shouting boys هاي عبارة اسمية وال play والفعل مساعد play فعل رئيسي تنس منفعول به فال function object شوف by function مفعول به للمن مفعول به للفعل هاي الفنكشن الوظيفة تنس الفوم ما لها شن الفوم بالشكل uninflected موجودة نصا بال uninflected هذا الفوم كم النا الكلمة هاي جايت مكان من مكان ال object وحنا جلنا من الساعة الكلمة تجي مكان object فاعل subject وإلى آخر هي المن شكول عليه nominal طلاب عيدوا مرة ثانية إذا تردون يراد طالب مركز التحليل ترا سهل أنا ينطلب من الشكل وال و ثلاثة الفوم من الشاب الاثناش اسم أو فعل أو صفة أو ظرف أنا هاي الكلمة اللي قاتلي عليها طين فوما لها أجب أقبالي أشوف شكلها ما لأ علاقة بالكلمات اللي قابل هول اللي بعت ها لا فقط أشوف شكل ها زيان أجي المن البزيشن البزيشن إحنا شقلنا إذا كلمة جايت مكان subject مكان object subject column وإلى آخر يقول nominal by position زيان جايت مكان زيان الفونكشن واحد من ذا نيج نهدعش قام يكون subject other verb modifier connector وإلى آخر بس هذا هو مطلوب منعدكم بس لذلك الموضوع هذي يحتاج تركيز طلاب وعلى فكران إن شاء الله باشر أو عقبة يعني هاليومين رح نزلكم حل أسئلة القرامر ما العام كلها ما حاليا وصلنا طلاب لنهاية الحلقة مع علف السلام